بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو إخواني اليوم سوف نتحدث عن ملعب سلمي مبروكي بالروبع هذا الملعب الذي تم غلقه في سنة 2017 وهذا من أجل إعادة ترميمه بالكامل حيث انطلقت عملية الترميم بداية من سنة 2018 وتم استلام الملعب في بداية سنة 2021 ولكن المشكل هو أن التصميم الذي تم وضعه لهذا الملعب يختلف تماما عند تسليم الملعب فكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم هذا هو التصميم التي تم الاتفاق عليه من أجل انطلاق أشغال إعادة هيكلة الملعب بالكامل ولكن الشيء العجيب هو أن الملعب كما تشاهدون في الصور لا يستوفي الشروط الموجودة في التصميم فمثلا الملعب يتسجيح لحوالي 10 ألاف مقعد وكان من المفروض إضافة مدرد جديد ويكون مغطى بالكامل تكون سعته قرابة الأربع ألاف مقعد يعني أن مجمل الملعب سيكون حوالي 15 ألف مقعد ولكن عند تسليم الملعب شاهدنا وجود مدرجين فقط متقابلين ومغطات بيئة كامل لكن لم يتم احترام التصميم الموجود من قبل هل الشركة المكلفة بالبناء هي التي خلفت التصميم أم أن التصميم وضع من أجل التصميم وفقط؟ فحاليا مزالت أشغال المدرج الجديد لم تكتمل بعد ولم تظهر حتى مدرجات الملعب الأشغال بطيئة ومتوقفة في معظم الأوقات فأين تلك الأموال التي رسدت من أجل ترميم الملعب الكامل وإضافة مدرج جديد؟ هل أصبحت هكذا مشاريع ضخمة تتطلب مبالغ مالية كبرى يتم التهامها بدون لا حسيب ولا رقيب ما تمنيناه فقط هو أن يكون الملعب حسب ما هو موجود في التصميم خاصة وأن التصميم يعد راقي وجميل جدا ويعطي نظرة رائعة عن الملعب لكن ما شاهدناه وما تشاهدونه في الصور التي أمامكم هي عكس ما هو موجود في التصميم هذا ما أردنا تقديمه لكم في هذا الفيديو عن ملعب الرويبة وعن اختلاف التصميم مع حالة الترميم